يا أهلين فيكم أنا ساشة تيوب رجعت لكم بفيديو جديد وقصة جديدة يا رب تستفيدوا منها بس قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك وخلونا نوصل الفيديو لألف لايك وانتوا قدها قبل ما نبدأ خلونا نصلي عن نبي عليه أفضل الصلاة والسلام ويلا ما أطول عليكم خلونا نبدأ قصتنا تقول صاحبة القصة اسمي بشاير عمري 24 سنة متزوجة من أربع سنوات ومرتاحة جدا مع زوجي وهو مرتاح معايا نروح ونجي ونسافر ونطلع بحياتنا ما في أحلى منها إلا إن ربي ما رزقنا الذرية الصالحة بديت أتعالج ومتأملة خير وزوجي أبدا ما زعي ولا شالهم كان دايما يقول لي أنت تكفيني عن كل شيء لكن أهله آخ من أهله ما خلونا بحالنا وخاصة أخته باسمها مريم دايما دايما ترمي علينا كلام مرة يحزن ويجرح كل ما شافتنا مستانسين وجلسين نضحك تذكرنا بسالفة الحمل لازم تنكد علينا ما ترتاح إذا ما سوت كذا هي متزوجة وعندها بنت وولد وزوجها راعي فلوس ومناصب ومناقصها شيء بس كانت غثيثة ودائما تنكد علي وكانت دايما تحرض زوجي علي ليه ما أدري يمكن كانت تغار مني ومن دلال زوجي لي لأن زوجها دايما مشغول وما يهتم فيها المهم بعد ما سكننا ببيت لوحدنا وتركنا بيت أهل زوجي زادت الشرها أكثر وأكثر وصارت لما تشوفني ما تسلم علي وأكلمها ما ترد علي زوجي كمان تغير كثير وصارت دايما أخته تكلمه يروح عندهم ويجلس ويتكلمه كنت أحس أن جالسة تطبخ شيء على نار هادي زوجي تغير عليه مرة وصار ما يجلس معاي كثير ويدخل البيت يتغدى ويحط راسه وينام وفي الإجازات كان يقضي وقته هو وأصحابه يطلعون البر ويقعد باليوم واليومين والثلاث وكل ما أجيب يكلم ويقول لي بعدين الحين مو فاضي أنا استغربت من تصرفاته معاي ومن تغيره بعد ما كنا مستانسين وما في أحلى من حياتنا صار ما يطيق يجلس معاي أنا تعبت نفسيا وقررت حاول أعرف إيش جالس يصير معاهم يوم من الأيام كنا جالسين في بيت أهل زوجي وكانت أخته وزوجها موجودين وكل الوقت هي كانت تبي تجلس مع زوجي لوحدهم حسيت إنها تبي تقوله شيء وما تبيني أعرف أنا طلعت وسويت نفسي بروح المطبخ طلعت ووقفت عند باب الصالة مريم بدأت تكلم زوجي بصوت واطي ما قدرت أسمع شيء أنا كنت بعرف إيش السالفة وإيش جالسة تقوله النار كانت والعة فيني بعدها زوجي عصب قال له خلاص قلتلك ما أبي هذا الشيء سكري على الموضوع هي قالت له خلاص خليك مع هذه العاقر يلي ما رح تجيب لك عيال وما يصير عندك ولد يحمل اسمك أنا هنا مرة انقهرت طلعت جالسة تبي تخرب بيتي وتزوج زوجي دخلت المطبخ وصرت أبكي معقولة يتزوج علي بكية لين صحيت من الصدمة وطلعته كأنه ما في شيء وجلست معاهم عادي مريم كانت تناظر فيه أنا قلت لي زوجي إيش بك أحس إنك مو مرتاح عسى ماشر قال لي لا ما في شيء وإحنا جالسين رن جوال مريم وردت على المكالمة وكان زوجها هي صارت تكلم وتضحك بعدها حسيت إنها توترت وتغيرت ملامحها وصارت ما تعرف إش تقول وقفلت الخط وقبل ما تقفل قالت إن شاء الله أنا ما فهمت بإيش كانوا يتكلموا بس مريم شكلها مو مرتاح وكأنه في شيء ومن هذاك اليوم قررت أعرف إيش قصتها وليه تكرهني وتخرب بيتي صرت أسأل عن تفاصيل حياتها مع زوجها لأنه تظهر للكل إنها مبسوطة كثير وما عندها مشاكل بعدها عرفت إنها دايما على خلاف مع زوجها وإنهم ما يتفقون على أي شيء وزوجها طفش منها وعرفت إنها مو مرتاحة بحياتها وجو البيت دايما عندهم مشحون المهم يعني كانت مضغوطة مرة وعرفت إنها كانت تنكد عليه بسبب هالشيء فقررت أروح لعندها وأتكلم معها ولما شافتني جيت عندها أن صدمت لأنه هذه أول مرة أزورها لوحدي بدون زوجي وجلسنا وكلمتها قلت لها أنا عارفة إنك تبين تزوجين زوجي والسبب إني ما أجيب عيال قالت لها غلط هالشيء قلت لها إنه هالشيء من ربنا وربنا له حكمة إنه حرمنا من العيال وإنتي مرة زي زيك ولازم توقفين معاي مو ضدي أنا قاعدت أبكي وأنا أتكلم قلت لها حل ما يصير عندي ولد أشيله بحضمي وقلبي محروق على هذا الشيء بس صابرة وإن شاء الله ربي يكرمني طبعا هي جالسة وساكتة بعدها قالت لي أنت جالسة تتوهمي أنا ما فكرت بهذا الشيء أصلا ولا أبي أزوج زوجي ما لي دخل في حياتكم أنا انصدمت كيف ما عندها مشاعر وبعت كل الكلام اللي قلته ما تأثرت ولا قالت شيء بس أنكرت إنها تبي تزوج زوجي وإنها جالسة تحرض علي أنا تركتها ومشيت لأنه الكلام ما يجيب نتيجة مع وحدة مثلا طبعا ما تغير شيء بعد اللي صار غير إنها خفت عليه شوي وصارت تعرف إن يعرف كل شيء عن مخططاتها وش تبي تسويه طبعا علاقتي مع زوجي ظلت متوترة وأكثر من قبل وبدأت أحس إن غيابه عن البيت كان يزيد وبدأ يهتم بنفسه ولبسه وحسيت في شيء متغير كنت خايفة يكون تزوج عليه بالسر قررت أكلمه ما أظل عايشة بالشك والخوف دلسنا وقلت له إذا تبي عيال هذا من حقك لكن أنا ما لدي ذنب بهالشيء هو قل لي الله كريم وإلا راح يرزقنا قلت له بس أنت متغير عليه وأكيد تبي تتزوج قل لي إيش دا الكلام؟ قلت له أدري إنه في ناس قاعدين يتغطون عليك عشان تتزوج عليك قل لي شيري هذا الوهم من راسك أنا ما لي خاطر بالزواج من زوجة ثانية وراضي باللي كاتب ربنا وإن شاء الله بيرزقنا العيال بس أنت لا تظل تفكري والتاعب نفسك والتاعبين معاك أنا ظليت مدة وكل يوم أكلمه عن هذا الموضوع هو طفش منه ومن سوالفي لدرجة إنه مرة قل لي إنه إذا تزوج يرتاح منه ومن نكدي حياتنا صارت نكد ومشاكل ومستحيل مستحيل يعدي يوم وما أفتح له نفس الموضوع لين جاء يوم وقل لي إنه قرر يتزوج أنا هنا جتني صدمة وصرت أبكي وما خليت كلمة ما قلت علوه وإنه هو من قبل يبي يتزوج وجالس يخطط هو وأخته وإنه خان حبي وثقتي وخذلني وجاء ذاك اليوم التعييس وشفت زوجي مع واحدة ثانية طبعا أنا كنت السبب لأني ظليت أنكد عليه لين طفش مني ومن هرجي يمكن أخته ما قدرت تأثر عليه وأنا كنت السبب الرئيسي وزواجه بعدها عشت حياتي وزوجي تشاركني فيه زوجة ثانية والحين الغيرة موتني شعوري صعب أوصفه لأنه أنا اللي صرت أدور مشاكل وخربت بيتي بيدي يمكن لو ما ظليت أنكد عليه زوجي ما كان تزوج عليه أو حتى لو تزوج ما كان كرهني وطفش مني الحين أنا عايش حياتي كأني الزوج الثانية وبدون عيان زوجي ما يهتم فيني ما أدري إيش أسوي عشان أكمل هالحياة بهدوء أتمنى لو أقدر أتقبل هذا الحال لكن ما أدري يمكن صعب هالشي وكل اللي عاش نفس حالتي رح يحس بوجع ويفهمني وبكذا انتهت قصتنا لليوم وذا عندكم قصص حلوة أرسلوها لي على الإنستغرام أو السيناب